بدأ العد التنازلي لموعد إجراءات الانتخابات النيابية المبكرة في العراق ثلاثون يوما فقط تفصل البلاد عن انتخابات وصفت بأنها مصيرية عدى آلاف النازحين إلى مناطقهم الأصلية في الأنبارة إلا أن هناك أعداد تقدر بالآلاف متوزعين بين مخيم عامرية الفلوجة والمخيمات العشوائية في منطقة بزيبزة نازحون في مخيم عامرية الفلوجة أكدوا عن رقبتهم بالمشاركة في الانتخابات والإداء بأصواتهما لاختيار ممثلين لهم من أجل تغيير واقعهم المزري داخل هذه المخيمات نحن نازحون في مخيمات عامرية الصمود كانت قبل الانتخابات من يريد أن ينتخب شخص أفلان لأن هذا يفيدنا فهذا الآن بالدورة الثانية ننتخب الرجل اللي يفيد اللي ينفع ربعة سواء بالمخيمات أو خارج المخيمات فأكو شكلات قبل صارت له والله هذا يزور وهذا مادي شي يسوي بالمخيمات فأحنا ما نريد هذا الشيء اللي راح من عندنا والله ينتخب اللي ظالمين عندنا هنا إن شاء الله ينتخب بس ننتخب الإنسان اللي يخدم بلده ويخدم شعبه وبعد ما تفعل عينا فرصة لنعلمونا كل شيء ولازم إن شاء الله متأمنين يغيروا الوجوه اللي مارد نقولها الوجوه اللي أذت الوجوه اللي خلت الصيحي احنا كل العراقين يدون وطن ويرى مرشحون في الأنبار هناك جهات تحاول الضغط على الأسر النازحة واستغلال ملف لزوح لأغراض انتخابية على حساب احتياجاتهم في المخيمات التعامل مع قضية النازحين والمهجرين أن يكون التعامل الإنساني مو أن تعمل التعامل الانتخابي إذا دخلت الانتخابات في المجال الإنساني فأعتقد لا جدوى من الانتخابات المرشح اللي راح يفوز عن طريق استغلال المواطن واستغلال النازح واستغلال المهجر بطرق غير مشروعة هذا لا ولن يكون صالح لقيارة المجتمع أو تمثيل المجتمع الانتخابات التي ستجري في العاشر من تشرين الأول المقبل سيشارك فيها ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة ناخبين نازحين ممن حدثوا بياناتهم البيومترية وفقا لقانون الانتخابات والذي نص على تصويت النازحين وفق البطاقات البيومترية حصرا لمنع التلاعب والتزوير بأصواتهما من مخيم عامرية الفلوجة عامر محسن قناة دجد الفضائية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة